السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا وسهلا بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة على مؤسرة التقنية. نبدأ نتكلم عن منصة كوتكس كوتكس وعندنا المنصة اللي هي تعتبر للأشهر حاليا كوتكس مع ان فيه اقدم منها ايكيو اوبشن وفيه برضو ولكن كل واحد بيبقى ليه هدف او بيبقى شاف ان المنصة دي افضل من غيرها. هل اه طب الحمد لله ودي كمان صفقة كسبانة. طبعا الصفقات اهيه? على الحساب الحقيقي الحمد لله كله اخضر ما فيه شغير واحدة بس اللي كانت خسارة على كله على دي اهو. وايك مكسب 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 ما فيه شغير واحدة خسارة. طيب اه ابقى زي ما قلنا هنرجع نقول تاني لو حضرتك عايز تتأكد ان كانت منصات نصابة للا ففي لها منصات بتبقى ترخيص ومنصات غير مرخصة. فانت لازم تعرف ان المنصة نصابة للا يبقى مرخصة ومش نصابة لان مرخصة يعني في جهة ما تراقب العمليات والتداول والدنيا مش هزاي فيها. ولو مش مرخصة يبقى انت كده منك للريح. فعندك انا برشحها في عندك اولمبي تريد انا بتعملها اولمبي تريد ملاك برضو كويسة. في عندك اه كوتيكس هي يعني اغدا زي ما بقوله اغدا السيت او اه هي ترند دلوقتي في التداول كل الناس بتشرح بتجري على كوتيكس طيب. فيه برضو من ضمن الحاجات الموجودة في كوتيكس لو انت مهتم بالتداول. الكلام ده مش للناس المبتدئين الكلام ده للناس. حضرتك لو انت مهتم بالتداول في اللي هو مصابقة المفروض ان الدخول فيها عشر دولار. ولمدة واحد ويك يعني اسبوع خمس سلاف دولار الجوائز. لو انت دخلت في هتلاقي هنا في او المركز الاول الف وخمسمائة دولار. التاني الف ومتين دولار. التالت الف دولار. والرابعة تمنمية. والخامس خمسمية. يبقى رسوم الاشتراك عشر دولار. وانت لو من المتسابقين المحترفين. او المتداولين المحترفين. وهتقدر انك تداول المنت تاسبوه بحيث توصل لمركز من المركز دي. يبقى حضرتك كده مبروك عليك بازن الله الجالزة اللي هتكسبها من هذه المراكز. يبقى عندك اول حاجة في اه اتكلمنا على في عندك ال اه ونشوف في عندك التمسابقى وفي عندك الاشتراك العادي انك انت ممكن تخش تشترك وت populore بتالدول. بالنسبة لأكواد البونس. اكواد البونس موجودة انا بحطها تحت الفيديوهات وبرضه انت ممكن حضرتك لو دخلت في عندك عشرين في المية بونس في خمسة عشرين في المية بونس في خمسة تلاتين في المية بونس في تلاتين في المية بونس بردو من ضمن بونس الموجود لاني مش محتاج كود. ولكن يكون ادعك فوق المية دولار. طيب كان فيه برضو حاجات تاني زي اكواد ضد المخاطرة. الحاجات دي الناس بتقول لي انها تشالت مش موجودة. ايه حاجة بترجع ليه التسويق او اللي هما الفريق اللي زي بيقول الترويج للمنصة اللي هما بيحطوا الاكواد والحاجات اللي بيدوها للمساوقين. فمش شايف ان فيه مشكلة بالنسبة لك. انت لو عايز تشتغلي انت عندك بتدي بونص عندك بتشتغل من غير اي بونص نهائي. يعني زي بيقولوا كده ايه سلط ملط. انت تتخط فلوسك تتداول لتكسب وتاخده. لكنك تاخد بونص اخد اكواد حماية كل الكلام ده. حتى الان عايشة مع نفسها. ملاش دعوة باي منصة تاني. ولكن بيحاولوا انهم يجذبوا العديد او المزيد من المستثمر. انت انا بفكركم ان اي حد يقول لك المنصة الفنانية نصابة او منصات البياني اوبشن. نصاب ده ما عليش محترام ليه. هو بيجمع وبيخلط. المفروض انك انت المنصة النصابة هي التي ليس لها ترخيص فممكن تتلاعب فيها. منصة ملهاش ترخيص او ملهاش اه سجل مالي فهي دي اللي براحطة. لكن منصة لها ترخيص مش هتقدر انها تتلاعب في اي حاجة لانها بتبقى مترابة. ولو سحب منها للترخيص. بعد كده ان صمعتها هتبقى سيئة وهتقفل. ده كمان افكركم ان كان فيه شركات الشركات دي زي اه 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 سوري اه اه اي اوشن وتريد شيري وبنت دي بانري اه الشركة دي كلها كانت مواقع كبيرة بتتداول على الخيارات الصناعية او 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 افلت ولما اخدت القرار بالقافل ما افلتش على فلوس الناس. لا ده فضلت فتحها الفترة بعد ما اخدت القرار واعلامة كل المستثمرين عليها انه لازم تسحب فلوسك اللي موجودة في الحساب بتاعك عشان خلاص المنصات دي هتصف فلوسها. يعني كانت عملية امان مية في المية وخروج مية في المية. ما فيش مشكلة بقى ما فيش اللي هو تعالى انت لازم تجيب متريكس وتعالى انت لازم اه تخش على موقع تاني عشان تسحب فلوسك والافلام الهندي اللي بنشوفها على مواقع الاستثمار اللي هي شغالة اليومين دول. فتاني ارجع اقول لك لو تشترك على كوتكس. هتلاقي الرابط تحت الفيديو. لو انت مش معترف بكوتكس او باي منصة تاني او بالبنال امشن عموما دي حاجة ترجع لك فيش اي مشكلة. هذا الموضوع اختياري وليس اجباري انت مش مكبر بحاجة عشان خطر انك تخش تشترك اه فيها وبرضه في نفس الوقت انت اه اه قرار ليك انت عايز تعمل ايه في روسك وانت حر فيها. اشوفكم حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.